طيب ما تسيجوا نعرف ناكل ايه يعوضنا على الفيتامينات دي ويدخلها جوه جسمنا بشكل يومي من غير ما ياخد اي مكملات ولا ادفع فلوس في اي حاجة تضريني اكتر ما تفيدني لان طبعا اللي ربنا مديهننا غير اللي بيدخل فيه الانسان زي مثلا فيتامين الف هنلاقيه في البطاطا الحلوة الجزر السبانخ وكمان اي ورقيات خضرة فيتامين سي او جيم هنلاقيه في الفواكه الحمضية زي البرتقان واللمون كمان هنلاقيه في الفراولة والفلفل الالوان والكيوي والبروكلي بينما بقى فيتامين دي او فيتامين دي اللي احنا كلنا بنعاني من نقصه وبنروح نجري على الصيدلية ناخده في صورة تابلتز او بيلز او اي صورة وكمان فيه ناس بتجيبه بالمستورد ويعني اسعارهم دلوقتي بقت فلكية مع ان احنا ممكن نعوضه ان احنا ناكل مرة واحدة بس سمك في الاسبوع زي السلمون او التونة لو تقدر عليهم لكن بقى فيتامين اي او فيتامين هي ممكن نلاقيه في المقصرات بكل انواعها وممكن كمان نلاقيه في السبانخ والبروكلي فيتامين كاف هنلاقيه برضو في الورقيات الخضرة زي السبانخ وكمان هنلاقيه في البروكلي بينما بقى فيتامين بي العيلة الكبيرة بتاعته هنلاقيه في الحبوب الكاملة زي الشفان الرز كمان موجود في اللحمة سواء بقى اي نوع سمك او فراخ هنلاقيه في البيض هنلاقيه في منتجات الالبان كمان في الحبوب والبوكوليات وكمان المكسرات طيب كده خلصنا الفيتامينات وعالتها هناخد منين بقى المعادن اللي احنا قلنا